مشاهدين أول الحديث بتفصيل أكثر عن حادثة تمرض ميليشيا فاغنر في روسيا وتأثير ذلك على سلوك الميليشيات في المنطقة معنا من غازي عنتاب الصحفي والمحلل السياسي السوري أستاذ سامر العاني مساء الخير أهلاً وسهلاً وسهلاً أهلاً بك هدوء نسبة اليوم في روسيا بعد تمرض عسكري من حليف بوتين بريقوجين يعني إلى أي مدى كان ما جرى مخيفاً صادماً مفاجئاً لبوتين يعني حقيقة الأمر بالنسبة لبوتين كان أكثر من مخيف يعني كان مرعب كان مقلق وكان يحتاج إلى يعني أنا أعتقد أن بوتين الآن يعيد ترتيب أفكاره من جديد تجاه القوى المتحالفة معه أنت تعلم أن الميليشيا فاغنر بالنهاية هي الميليشيا التي كان يعتمد عليها في الدرجة الأولى بوتين على أساس أنها هي الأقرب له إديولوجياً أنت تعلم أن ميليشيا فاغنر هي ميليشيا ميسيحية من الذي وقف بوجه فاغنر أو الذي ساعد بوتين في صد محاولات فاغنر يعني الذي وقف في وجهها أحمد قادروف أو كتاب قادروف أحمد شيشاني وبالتالي أنا أعتقد أن اليوم بوتين يعيد حساباته من جديد حول الميليشيات التي يجب أن يشكلها أو يتحالف معها بكل الأحوال الأمر لم يمر على بوتين بهدوء أو لم يمر على بوتين بطمأنينة وخصوصا أن التراجع ميليشيات أو وقف تقدم ميليشيات فاغنر كان ضمن شروط يعني قائد ميليشيا فاغنر فرض شروطه وأنا أعتقد أن الفترة القادمة سنسمع بإقالات في إدارة بوتين وحكومة بوتين يعني قد يكون إقالة وزير الدفاع وزير الرئيس الأركان أو غيرهم يعني هذه من الشروط التي فرضت خلال التواصل بالروسيا بين فاغنر وبوتين طوات فاغنر هذه كانت بعيدة عن العاصمة موسكو تقريبا 300 كيلومتر لماذا تلجأ دولة مثل روسيا لمثل هذه القوات الميليشيوية تندرج تحت اسم شركات الأمن وهي داخل روسيا بالتحديد ليست متاحة من نوع يعني كل الدول التي تريد أن تتمدد خارج حدودها وأن يكون لها قوة في مناطق أخرى يجب أن تقوم بعمليات خارج إطار القانون وبالتالي هذه الدول تسعى لتشكيل ميليشيات خارج إطار القانون تقوم بعمليات غير قانونية خارج البلاد وبالتالي لا تتحمل أي حكومة مسؤولية ما تقوم فيها هذه الميليشيات هذا من جهة من جهة ثانية تكاليف الميليشيات أرخص بكثير من تكاليف الجيوش يعني تكاليف الميليشيات تكاد تكون أقرب إلى الصفر بالنسبة للدول على اعتبار أن هذه الميليشيات تفتح لها الدول التي شكلتها مجال كبير للكسب غير المشروع من التجارات كما يحدث مع ميليشيات إيرانية أو حزب الله أو الميليشيات في سوريا أو غيرها تجارة المخدرات وتجارة الممنوعات وغيرهين ناهي بالسلب فرض الأتوات وبالتالي تمول نفسها ولا تتحكم أي حكومة تكاليف كبيرة لوجودها خارج حدودها يعني هذا السببان الذين يدفعان أي دولة لتشكيل نعم تفضل ولكن في ذات الوقت ما حدث في روسيا يمكن أن يتكرر سيناريو آخر في العراق وفي سوريا وكذلك يعني بالسودان اليوم قوات الرد السريع موجودة يعني ممكن أن تنقلب هذه الميليشيات ممكن أن تغير أيديولوجيتها ممكن أن يختلف اتجاهها يعني هناك نوعان من هذه الميليشيات إما ميليشيات مرتبطة على أساس إديولوجي أو ميليشيات مرتبطة على أساس مصالح وكان يعتقد أن الميليشيات المرتبطة في ما نشكلها في الدولة التي شكلتها على أساس إديولوجي كان يعتقد أن هذه الميليشيات لا تنقلب على السلطة الحاكمة أو الدولة التي شكلتها لكن اليوم ما فعلته فاغنر جعلتنا نغير من هذه الفكرة فاغنر بالنهاية ميليشيا مسيحية وانقلبت على بوتين وبالتالي أنا أعتقد أننا أمام فاغنر في العراق أمام فاغنر في سوريا وأمام فاغنر أيضا دعني أقول في لبنان الأمر منتهي انقلب حزب الله على الحكومة وسلم الحكومة وحول الدولة إلى لا دولة لكن كل الحكومات التي تسعى لتشكيل ميليشيات من خارج إطار القانون ستتعرض في يوم من الأيام لانقلاب هذه الميليشيات عليها أساسا بمجرد ما قررت الدولة أو شكلت الدولة ميليشيات من خارج إطار القانون فهي تحولت من نظام الدولة إلى نظام لا دولة وبالتالي يصبح انقلاب هذه الميليشيات عليها سهل جدا وأنا أعتقد كما أسلف أننا أمام فاغنر في العراقي وأمام فاغنر في سوريا أيضا سوريا تعج بالميليشيات إن كان الميليشيات المرتبطة في النظام الحاكم النظام الأسد أو كانت ميليشيات عابرة للحدود مثل الميليشيات الأفغانية وغيرها هذه الميليشيات التي هي في سوريا وفي العراق وكذلك اليوم في السودان يعني مثلا في العراق هي موازية أو تتماشى مع القوات الأمنية الحكومية في العراق لماذا مثلا في روسيا وأن كانت في ذات الاتجاه وفي ذات الهدف انقلبت من الذي يدعو إلى انقلاب مثل هذه الميليشيات أولا إما فقدان المصالح أو التقصير في إعطاء ما تريد هذه الميليشيات أو طموح هذه الميليشيات لممارسة دور أكبر من الدور الذي شكلت لأجله يعني اليوم قائد ميليشي فاغنر أصبح يطمح لأن يكون شريك أيضا في الحكم أصبح يطمح لأن يكون ذو سلطة سلطة سياسية وسلطة عسكرية وسلطة مالية سلطة اقتصادية وبالتالي عدم تأمين هذه السلطات الميليشيات تبدأ صغيرة ثم تكبر ثم تكبر ثم تكبر إلى أن تصل إلى مرحلة تريد أن تسيطر على الدولة يعني ميليشي فاغنر قادت أن تسيطر على الدولة في لبنان حزب الله سيطر على الدولة في العراق الميليشيات سيطرت على الدولة في سوريا أيضا يعني اليوم إسماعيل قاني في سوريا أخوى من بشر الأسد حسن نصر الله أخوى من بشر الأسد هكذا بالنهاء تنتهي الميليشيات أو تنتهي الدول التي تعتمد على الميليشيات أو تشكل ميليشيات أو قوى عسكرية من خارج إطار القانون ولكن في هذا الإطار يعني إلى أي مدى تتحمل المنظومة القضائية الدولية مسؤولية فلتان وتغول هذه الميليشيات من دون أن تكون محاسبة هل يكفي مجرد وضعها على عقوبات شخصيات من هذه الميليشيات على قائمة العقوبات هل يكفي لكبح جماع هذه الميليشيات والسيطرة عليها يعني بمجرد أن يشكل قائد الميليشيات أو يبادر إلى تشكيل الميليشيات فهو حرق كل السفن خلفه هو يعلم أنه قد يواجه خطر قانوني قد يواجه خطر قضائي قد يواجه تحالفات دولية أنا باعتقاد المنظومة الدولية اليوم ستتحرك باتجاه آخر يعني ستتحرك باتجاه تحالفات دولية ليست على أساس تحالفات ضد القسد ضد مثلا الميليشيات الإيرانية أو ضد داعش أو شبهات داعش لا هي ستتحرك باتجاه تحالفات دولية ضد ميليشيات لا تقوم على أساس جهادي لكن تقوم على أساس آخر وهو على أساس تمدد على أساس ميليشياوي لكن غير جهادي أنا أعتقد أن هذه التحالفات ستنشأ قريبا وبالنهاية المنظومة الدولية لا تريد أن يكون هناك خطر يداهمها خطر على أمن هذه الدول القومي على أمنها الداخلي وبالتالي أنا أعتقد أن هذه الدول ستذهب إلى تحالفات ضد هكذا ميليشيا نعم اليوم كيف سيواجه بوتين الواقع الذي أظهره مهزوزا أمام فاغنر كيف ستكون مستقبل العلاقة مع هذه الميليشيات أو القوات يعني بالنهاية أنا قلت لكم منذ بداية حديثي أن بوتين أعتقد سيذهب باتجاه آخر وهذا خطر سيتشكل علينا أيضا نحن نعم بوتين سيذهب باتجاه الميليشيات التي حمته وأصبح يعتقد أن هذه الميليشيات قصد الميليشيات قادروف هذه الميليشيات السنية الصوفية هي أقرب له ويمكن الاعتماد عليها أكثر من ميليشيات فاغنر أو الميليشيات المسيحية دعني أقول وبالتالي سيذهب لتشكيل ميليشيات إن كان أو الاعتماد على كتائب قادروف كتائب أحمد شيشاني أربع كتائب ونحو عشر تالاف مقاتل سيزيد من عددهم سيعطيهم التسليح أكبر وسيعطيهم قوة أكبر يواجهون فيه هذه الميليشيات وسيعطيهم مدى للتمدد حتى خارج حدود إن كانت في سوريا أو غير سوريا المناطق الموجودة فيها شكرا لكم وبالتالي سيواجه هذه الميليشيات بميليشيات شكرا لكم من غازي عنتاب الصحفي والمحلل السياسي السوري أستاذ سامر العالي شكرا لوجودكم معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة